السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم من درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة والأساسية في اللغة الإنجليزية وهي الضمار تكلمنا عن ضمار الفاعل وضمار المفعول به وصفات الملكية درسنا هذا اليوم بوزيسيف برناونز إذن ضمار الملكية بالفيديو السابق تحدثنا عن صفات الملكية وعرفنا كيف نستخدمها اليوم نقارن بين صفات الملكية وضمار الملكية كما أسلفت وذكرت الضمار مهمة جدا يجب معرفتها ومعرفة كيفية استخدامها في اللغة الإنجليزية تابع معي نهاية الفيديو لنتعرف ما هي الضمار الملكية ومقارنتها مع صفات الملكية وكيف أستخدمها في الجملة الإنجليزية لدينا صفات الملكية إذن هذه درسناها قبل إذن نسميها صفات الملكية لماذا الصفات؟ لأنها تأتي قبل الإسم مثلا نقول يعني سيارتي سيارتهم وهكذا لكن درسنا عن ضمار الملكية نفسها صفات الملكية لكن الفرق my تصبح mine my تتحول إلى mine الباقي his و its موجودة فيها s أيضا تبقى كما هي أيضا his نفسها its أيضا نفسها الباقي فقط نضيف s مثل عندنا here تصبح hers our تصبح ours your yours their theirs بهذا الشكل بالنسبة للترجمة كما قلنا نفسها مثل عندنا my لي يعني ملكيت مثل my car سيارتي يعني لي his car له her لها its له ولها لغير العاقل يعني غير الإنسان our لنا your لك لك لكما لكم لكن there لهم لهما لهن درسنا في فيديو سابق أيضا ضمار الملكية لها نفس الترجمة طب يا أستاذ نفس الترجمة ليه يعني نستخدم ضمار وصفات الملكية صفات الملكية هذه إذا نستخدمها قبل الاسم يعني يأتي بعدها اسم بينما my تأتي في نائة الجملة بدون اسم يعني لا يأتي بعدها اسم طيب نأخذ أمثلة مثلا نقول this car is my car not your car لاحظ this car هذه السيارة is تكون my car سيارتي not لا يعني ليس your car وليست سيارتك لاحظ كررنا كلمة car كم مرة ثلاث مرات وهذا خطأ يعني خطأ قواعدي أو أثناء الكتابة لا يصلح أن نعيد كلمة car أكثر مرة يعني الاسم أيضا لجمالية اللغة يعني لا نقول this car is my car not your car بهذا الشكل إذن هذا يعتبر خطأ فقط لاحظ ثلاث مرات لاحظ ثلاث مرات أول مرة ذكرناها بعدها نستخدم بدل الصفة الملكية نستخدم ضمير ملكي أيضا كما قلنا تفيد عدم تكرار الاسم عدم تكرار الاسم في الجملة أيضا لجمالية اللغة بدل ما نكرر أكثر مرة فقط نذكر الاسم أول مرة بعدها نستخدم صفة ملكية مثلا نقول this car هذه السيارة is نفس الكلام بدل عن my car سيارتي أقول mine شو المقصود mine يعني تعني my car استخدمت ضمير ملكي لكي يلاقوا كرر الاسم أيضا نستخدم فاص نفسها not أيضا نفس الشيء بدل your car نستخدم yours إذن بهذا الشكل إذن صار عني نفس الجملة ونفس المعنى بالضبط لكن car ذكرت مرة وحدة وهذه هي فائدة ضمائر الملكية إذا لقيت بعدها اسم يعني بدل my car يكون عني كلمتين نستخدمها بكلمة واحدة أو استبدل عنها ضمير ملكي أيضا your car بدل ما يكون عندي كلمتين أستخدم أيضا بدل your استخدم yours يتصبح الجملة this car is mine not yours يعني هذه السيارة لي وليست لك إذن هذه فائدة ضمائر الملكية عدم تكرار الاسم لاحظ ما كررنا الاسم أيضا جمالية اللغة حتى لو تشوف this car is mine not yours إذن أفضل من الجملة الأولى إذن هذه الصفات الملكية يأتي بعدها اسم وهذه ضمارة الملكية لا يأتي بعدها اسم وتستخدم بدل عن الصفة الملكية والاسم الذي بعدها مثلا your house is big يعني منزلك كبير the house is yours يعني المنزل يكون منزلك لكي لا أكتب the house is نكتب جملة مرة ثانية تكون أوضح the house is your house هذا الشكل لاحظ كررت كلمة house مرتين وهذا خطأ the house is your house المنزل منزلك لكي لا أكرر house مرتين بدل عن your house استخدمت ضمير ملكي بدل عن لاحظ your استخدمنا yours إذن your house is big منزلك يكون كبير the house is yours المنزل يكون لك أو منزلك كما أخبرتكم قبل أن you لها خمس ترجمات على حسب الشخص الذي يكلم the house is your house مثلا هذه الجملة the cat is nice القطة جميلة نريد أن نقول القطة لك the cat is yours القطة لك أو ملكيتك نريد أن نقول القطة لي the cat is mine إذن القطة لي بدل لأكتب the cat is my cat مرتين خلاص أستخدم mine لك لو أكرر كلمة cat مرتين مثلا the cat is his القطة له يعني the cat is his cat أيضا the cat is hers إذن القطة لها لك لو أكتب the cat is hair cat مرتين cat خلاص استخدم hairs هي أصلها hair cat لك لو أكرر the cat is ours القطة لنا أصلاح نكتبها the cat is our cat لكن لك لا أكرر كما قلنا cat مرتين أو الاسم شكل عام استخدم ضمير ملكي the cat is theirs القطة لهم the cat is theirs القطة لهم هي أصلها the cat is their cat لك لو أكرر cat مرتين فقط استخدم القطة مرة واحدة يعني الاسم مرة واحدة the cat is their cat لاحظة مكررة cat مرتين فقط بدال their cat أحذفها يعني الصفة الملكية والاسم استخدم بدل عنها ضمير ملكي إذن العمود الأول هو الصفات الملكية يأتي بعد اسم my his hair its our your there العمود الثاني نفس الصفات الملكية هذه نسمية ضمار الملكية لكن لا اتبع بعدها اسم فقط my تصبح mine الفيها s مثل his تبقى كما هي its أيضا كما هي الباقي فقط نضيف لها s mine his hair its ours yours theirs إذن نحفظها بشكل بصم my mine his his hair hers its its our ours your yours their theirs تمام الترجمة كما قلنا نفسها الاستخدام الصفات الملكية يأتي بعدها اسم يعني قبلها تستخدم قبل الاسم بينما الضمائر الملكية كما قلنا بدون اسم وتأتي فيه نهاية الجملة وتفيد عدم تكرار الاسم لجمالية اللغة كما شاهدنا في الأمثلة السابقة من المهم جدا معرفة جميع الضمائر في اللغة الإنجليزية لكي أستطيع أن أكتب وتحدث بشكل سهل بدون أي صعوبات أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته